ويمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم عن تعامل حضراتكو كتحالف وطني للعمل الأهلي والتنموي مع الشباب مع النساء شفنا طبعا الأيام الفائتة في أحداث غزة أيضا في سياق الانتخابات الرئاسية الشباب حاضر ولافت جدا للنظر فكيف يمكن أن تقيم هذه الفكرة وهذا التعامل مع عنصرين مع فئات مهمة جدا في المجتمع المصري طيب احنا كنا تكلمنا قبل الموجز أن احنا في المكونات المشهد الانتخابي الرائع اللي أشادت به كل وكالات الأنباء العالمية واللي كان محل إعجاب من كل المراقبين ملامح المشهد بتحددها بعض النقاط أهمها المشاركة الكبيرة للسيدات الدور الواضح للشباب سواء في المشاركة أو التنصيق والتنظيم كمان السهولة واليسر اللي بيتم بيهم العملية الانتخابية واللي يعني بيأكد عليها السادة في لجنة العليا للانتخابات وبترصدها الكاميرات على مدار الساعة الحقيقة كل العناصر دي التحالف الوطني للعمل أهل التنموي متفاعل معها ومسبب لجزء منها والحقيقة بيبني على نتائج كبيرة منها متفاعل معها ازاي وحيبني عليها ازاي طيب خليني أقول لحضرتك قبل ما أجاوب احنا بالنسبة لنا زي ما أكدنا التحالف الوطني للعمل أهل التنموي ده الحدث الانتخابي الأول والأكبر والأهم صحيح اللي يتم تنفيزه والتحالف موجود وبالتالي التحالف عودنا من أول ما بدأنا في مارس 22 أنه بيشتغل بآليات دقيقة ومنظمة وبأهداف واضحة وباستثمار أمثل لكل القدرات دي كلها أهداف التحالف وبالتالي إحنا عندنا استثمار لإمكانيات مؤسسات التحالف في الوصول السلس للأهالي في العزب قبل القرى وقبل المدى وبالتالي كمان دخول وده حد مهم يا أستاذ عصام طبعا أنت حضرتك التحالف الوطني يعي دوره في أهمية النهوض بالمواطن المصري التحالف الوطني لا يقف عند حد المساعدات العينية والدعم التنموي المستدام وإن كان ده دور أساسي من أدواره لكنه يعي أيضا أن التوعية السياسية وأهمية المشاركة السياسية في صنع المشهد السياسي المصري هو دور أصيل للتحالف العمل الأهلي التنموي على المستوى العالم يعني بتفتحوا قنوات اتصال مع كل فئات المجتمع المصري حضرتك بتقولي المواطن المصري البسيط العزب النجوع كده ده مهم جدا حضرتكو شفتوا إيه بقى مع هذا التواصل نسبة الوعي إلى أي مدى ارتفعت إلى أي مدى الظروف اللي بتمر بيها مصر داخليا وخارجيا أثرت في وعي المصريين طيب خليني برضو أركز مع حضرتك على نقطة مهمة جدا وإحنا كتحالف بنشتغل على الأرض ملتصقين مع المواطن في كل شبر في أرض مصر بنبقى شايفين احتياجات وشايفين التطور اليوم اللي بمر بيه كمان إحنا جزء من صناعة التغيير ده باعتبرنا أداء من أدوات الدولة المصرية في صناعة التغيير والتي أجاد استثمرها استثمر أمسل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لصالح بناء الجمهورية الجديدة وهنا الحقيقة أنا بتكلم بدون تحيز وخارج نطاق يعني بحيادية شديدة بعيد عن ذكر مرشح بعينه أنا بأرصد بالنسبة لي كراجل مهتم ومتابع وأحد العاملين في المجتمع المدني المصري وفي التحالف الوطني العمل أهل التنموي بأرصد التغيير اللي حاصل في المجتمع المصري واللي زي ما قلنا في البداية بيتفاعل معه وسبب من أسباب وينتظر مخرجاته حتى يتفاعل معه أيضا التحالف الوطني العمل أهل التنموي أرجع مع حضرتك لنقطة مهمة وإحنا بنشتغل على الأرض وإحنا موجودين في القرى والنجوع التحالف الوطني العمل أهل التنموي واللي متابع نشاطه وأعتقد أن الرأي العام كله لا يعني ما معتقدش أنه حد ما لمسش دور قوي وواضح حقيق للتحالف في كافة الأنشطة التنموية بداية من مواجهة الأزمة العالمية التي تركتها الحرب الروسية الأوكرانية على كل دول العالم ومصر منها بالتوازي مع خروج العالم من أثار كارثية لكوفيد 19 وما استدبحها من أزمات انعكست على حال الشعوب التحالف اشتغل بقوة على دعم بمساعدات عينية ودعم بخطة تنموية مستدامة بالتنسيق التام وبتوجهات من السيد الرئيس وبالتنسيق مع كل الجهات هنا وإحنا شغالين وإحنا موجودين كنا بنلمس كمان مدش الجهد اللي بتعمله الدولة المصرية بشكل عين مش بس التحالف على المواطن المصري اللي إحنا ملتصخين دي معروف في كل دول العالم أن المجتمع المدني أكتر قدرة على الوصول للمواطن في محل في مكان معيشته داخل منزل